اشتركوا في القناة ثم أما بعد هذه حلقتنا الخامس والعشرون من شرح ابن عاشر ونستعين بالله سبحانه وتعالى في البدء وفي الختام مع مندوبات الصلاة تكلمنا في الحصص الماضية عن الصلاة وفضلها وأحكامها من فروض وسنن واليوم نتكلم عن المندوبات وكنا ذكرنا في بداية هذه الحلقات أن الفرق بين السنة والمندوب أن السنة هي ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم وواضب عليه كثيرا حيث أظهره في الجماعات والمندوب دون ذلك يعني أنه سنة مستحبة بمعنى أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولكن كما قلنا إن أكثر الطاعات هي مندوبات ونوافل فلذلك لا يحرم المسلم نفسه من هذه النوافل الخير إذن فهذا ما ندب إليه الشارع بمعنى ما دعا إليه الشارع لما فيه من الفضل العظيم ومندوبات الصلاة قال النظم رحمه الله مندوبها تيامن مع السلام تأمين من صلى عدى جهر الإمام وقول ربنا لك الحمد عدى من أمى والقنوط في الصبح بدى ردا أي رداء وتسبيح السجود والركوع سدل يد تكبيرة مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه تحريك سببتها حين تلاه والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزدي نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذن وكذا رفع اليدين أو رفع اليدين عند الحرام خذا تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين كالصورة الأخرى كذا الوسطس تحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب هذه فضائل أو مندوبات الصلاة هذه لا قدر نقول فضيلة نقول مندوب نقول مستحب الصلاة مستحبات الصلاة وفيها من الأجور ما فيها فبدأ أولا من هذه المندوبات بتأمين مع السلام عفوا عفوا تيامن مع السلام تيامن مع السلام التيامن هنا ببعنى أن المصلي إذا سلم من صلاةه فإنه يتيامن على شقه الأيمن حيث يقول السلام عليكم ويذهب برأسه إلى اليمين وهذا مندوب دون تحريك بعض الناس إذا سلم يفعلها السلام عليكم ورحمة الله هذا غلط السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هكذا يلتفت يمينا وشمالا إذا كان يصلي خلف الإمام يقول السلام عليكم عند المالكية ثلاث تسليمات إن كان مع المأمون والإمام تسليمة على الإمام وتسليمة على من يمينه وتسليمة على من يصاره ويكفي في ذلك كله تسليمة واحدة لو سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله كفاه هذا نعم إذن تيامن وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء أو التيمن في كل شيء وكان عليه الصلاة والسلام إذا سلم تيامن حتى يرى أصحابه خده الأيصر يعني إذا سلم على شهة اليمين أصحاب النبي السلام اللي كانوا على يمين شوفوا الخد الأيصر هذا وإذا سلم على الشمال رأى أصحاب الذين على يصاره خده الأيمن وهذا هو أو هذه صفة التسليم نعم وكما قلت دون تحريك رأس أو إشارة أو نحو ذلك فهذا ليس فيه أي فضل ولا ولا سنة ولذلك يفعله كثير من الناس من العوام وحتى من بعض من ينتسبون إلى العلم إذن تيامن مع السلام تأمين من صلى عدى جهر الإمام إذن أولا تيامن كما قلنا وهذا في هديه صلى الله عليه وآله ثانيا التأمين التأمين هو قول آمين عقب الفاتحة القرى اتفقوا على أنهم من المستحب أن يؤمن المسلم عقب الفاتحة والفقهاء اتفقوا على ذلك أيضا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين يعني من آخر الفاتحة قال آمين وآمين معنى استجب لنا يا رب يعني استجب لنا يا رب سبحانك والتأمين من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم يهود كما حسدتكم على التأمين والسلام تأمين عقب الدعاء فيؤمن الإنسان وهذا فيه مشاركة المأموم للإمام طبعا إذا كان الإمام قال ولا الضالين قال المأمومون خلفه آمين أهل يسن للإمام أن يقول آب نعم من المستحب أن يقول ذلك ولا حرج فيه وقد كان النبي السلم يصلي بأصحابه فيؤمن فيؤمن أصحابه معه عليهم الرضوان وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكت السلام فإن لم يؤمن الإمام أمن من خلفه وقد قال النبي السلم إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له سبحان الله يعني من أسباب المغفرة أن توافق تأمين الملائكة الذين معك في الصلوات وفي السماع لذلك الدعاء الذين يؤمنون وآمين فيها عدة اللغات منها إما أن تقول آمين آمين ولا تقول آمين ولا آمين يعني كلها جائزة وقد قال صاحب الموطأة الفصيح الذي نظم الفصيح فعلب وهو ابن المرحل رحمه الله قال في موطأته قال وإن دعا الإنسان قل آمين بالقصر يحكى وزنه ثمينة آمين يعني بالقصر مش آمين لكن بالقصر آمين قال جبير وهو ابن الأضبط في الأسدي فطحل فلتضبطي مني تباعد اللئيم فطحل لما رآني قد أتيت أسأل آمين زاد الله بعدا بيننا كما أراد بعدنا وبيننا قال وإن شئت فقل آمين بألف تمدها تمكين وإلا تقول آمين تمدها مدا أي تمكن ذلك المد قال الفتى المجنون في الليلة التي أولته من طول الهوى ما أولتي يا ربي لا تسلب فؤادي أبدا حبا التي لم تبقي عند جلدا ويرحم الله الرحمن عبدا قال آمين في دعائه ابتهال آمين قال وَلَا تُشَدِدَنَّ الْمِيمَ لِكَيْ تَكُونَ مُخْطِئًا مُخْطِئًا طبعا هو كما قال الفتى المجنون قال البيت المعروف قال يا ربي لا تسلب فؤادي أبدا حبا التي لم تبقي عندي جلدا ويرحم الرحمن عبدا قال آمين الشهيد فمرة كنت أقرأ على شيخنا العلام محمد محفظ مختار فالتاقنة حفظه الله ورعاه هذا الموطأ فقال آمين فقلت تؤمن على شعر جاهلي عفوا ما هو جاهلي يعني فاسق يعني يريد من الهوى ما يلقل وما دخل وقد أفضى إلى ربه وأنا أنال دعوته التي قال ويرحم الرحمن عبدا قال آمين قال فأنا أقول آمين لعل لعل تلك الدعوة تكون مستجابة وما يذريك وهذا من لطائفه حفظه الله ورعاه قال وَلَا تُشَدِّدنَّ الميمة بعض الناس يقول آمين وهذا خطأ آمين معناها قاصدين قال الله عز وجل ولا آمين البيت الحرام يبتغون أي ولا قاصدين فلذلك هناك فرق بين آمين وبين آمين ولذلك قال الله عز وجل لا تيمموا هذا من آمين أيضا يعني لا تقصدوا قاصدين نعم قال تأمين من صلى عدا جهر الإمام طبعا قال عدا جهر أما الإمام فإنه يسر بها عند المالكية وكما قلت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤمن فهذا أمر مستحب والأمر فيه واسع إن أمن الإمام فبهو ونعمت ولم يؤمن فليؤمن من خلفه على قراءته لأن الفاتحة دعاء وابتهال إلى الله عز وجل وتمجيد وثناء والإنسان إذا قال آمين فإنه شارك الإمام في دعائه قال الله عز وجل في موسى عليه السلام ونبي ونبي هارون قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيم قال العلماء كان موسى يدعو وهارون يؤمن عليهما السلام إذن فإذا قال الإنسان ولا الضالين فقول آمين ولكن يحرم أن تقول آمين والإمام لم ينتهي من قراءة ولا الضالين كثير من الناس الإمام لم يخرج من فمه أو من فيه النون ولا الضالين فسأل قل ولا الضال سبقنا آمين داخلي في وسط الله حتى ينتهي من قراءتها ويتراد إليه نفسه يقول الناس آمين بعد ذلك لابد أن يكون هناك فاصل سكت بين الضالين وآمين حتى يكون ذلك موافقا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم كذلك قول ربنا لك الحمد للمأموم فإنه من السنة من السنة أن يقول أو من السنة المندوب المستحبة أن يقول المأموم ربنا ولك الحمد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركى فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد أو تقول ربنا ولك الحمد أو تقول اللهم ربنا لك الحمد كلها وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن فهذا ورد عن نفسه وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فيشارك المأمومين في تحميد الله سبحانه وتعالى وكثير ما نسمع بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي سن هذه السنة والحقيقة أنه ليس هو الذي سن وإنما أبو بكر الصديق وقعت له واقعة في هذا وذلك أن النبي سلم كان مريضا فجاء ودخل إلى الصف أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس فأكثر الناس التصفيق فألتفت أبو بكر وكان لا يلتفت في صلاة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أتم صلاتك فرفع يدي قال الحمد لله يعني يحمد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت حتى فضله وقدمه على أمته ألقاكم بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن فقول المأموم ربنا ولك الحمد هذه من المندوبات وطبعا مرة معنا في السنن المؤكدة أن نسمع الله لمن حمده من السنن المؤكدة لو تركها الإمام أو المنفرد مرتين أو حتى مرة مرة ذلك بالتكبير هو مرتين أو ثلاث تكبيرات الانتقال فإنه يأتي بسجود السهو سجدتين قبل السلام نعم إذن فربنا ولك الحمد كان النبي السلام أحيانا يقول سمع الله ولك الحمد ربنا ولك الحمد وإلا فليقوا للمأمون كما قال النبي صلى الله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد لو زدت على ذلك فذلك مبارك من طيب لو قلت مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد إلى آخره هذا أيضا وارد وقد قال رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل فسكت القوم خافوا من لي ممكن هذا سوى خطأ ولا فقال من القائل ما قال إلا خيرا فقال أنا يا رسول الله قال رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحان الله هذه اللفظة قال النبي السلام رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها وهذه اللفظة أربعة وثلاثين حرف فسبحان الله يعني والبضع بين الثلاثة إلى التسعة يعني هذا بضع معناها ممكن يكون عدد كل حرف جامالك سبحان الله كلهم يريد أن يكتبها أولا ليسبق بهذا الخير إلى رب العالمين بهذا الذكر العصر إذا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والتسميع إذا قلت سامع الله لمن حمد في الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد هذا ذكر هذا ذكر هذا الموضع وهو النهوض من الركوع وكذلك التكبيرات الانتقال هذا الذكر يعني كل يعني ينبغي العبد كأنه ينبغي العبد أن يشغل كل ثانية كل لحظة في صلاته بذكر وللأسف فإن كثيرا من المأمومين قد يفسدون على الآئمة قضية التكبير وخاصة في سجودهم إذا أراد الإمام أن يهوي إلى السجود قال الله أكبر وجدت المأمومين سبقوه وسجدوا أمامه والسنة التي ينبغي أن يفعلها المأموم أن ينتظر الإمام ولذلك جاء في بعض الروايات فإذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع الإمام يعني تمكن من ركعه وإذا سجد فاسجد ولا تسجد حتى يضع الإمام جبهته أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقد أورده ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرأ وهو حديث حسن وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يسجدون قالوا حتى يعني يمكن جبهته من الأرض اليوم نحن نشوف المساجد فيه صراع وتنافس ومسابقة للأئمة وهذا من الجهل الخطير وبالطبع أن الإنسان إذا سبق الإمام في تكبيرة الإحرام والسلام فصلاته باطلة باتفاق وإذا سبقه في الركوع فقد أساء وأثم لأن الإمام كما قال النبي السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فانتبه إذا كبر تكبيرة الإحرام فانتظر حتى يفرغ من تكبيرة الإحرام مش الإمام زلق الله أكبر لم يخرج الراء من فمه وأنت قد انتهيت من تكبيرة الإحرام هذه باطلة أو أن الإمام لم يكمل ولا الضالين وأنت جبت لا آمين دخلت في وسط الفاتحة أو أنه لم يركع وتمكن وأنت ترك أمامه أو لم يرفع وأنت استويت وانتهيت لا فلذلك الإنسان لا بد أن يتابع الإمام المتابعة هنا وليست المسابقة وليست أيضا المساوقة يعني أن تكون متساوي مع الإمام لا هذا ليس أيضا من الأدب في الصلاة إنما جعل الإمام ليؤتم به إذن فهذه أذكار جعلها الشارع في الرفع وفي الخفض وما إلى ذلك كذلك القنوط في صلاة الصبح القنوط من المندوبات والقنوط وهو الدعاء هنا بمعنى الدعاء في صلاة الصبح عند المالكية والقنوط ثابت في المذاهب الأربعة ولكن باختلاف في موضعه فالأئمة المالكية والشافعية جعلوه مندوبا في صلاة الصبح واختلفوا هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع فذهب المالكي إلى أنه يستحب قبل الركوع وذهب الشافع إلى أنه يستحب بعد الركوع وذهب الحنافية والحنابلة إلى استحبابه في الوتر إذن فهو ثابت القنوط ثابت عند الأئمة الأربعة وعند الحنافية يكون بعد الركوع عند الحنابلة يكون قبل الركوع للوتر هذا بالنسبة للقنوط في الصلوات ما عدا قنوط النوازل فهذا باتفاق أئمة المسلمين وعامتهم إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يسن أن يدعو في صلواتهم وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم أو مكث شهرا وهو يدعو الله عز وجل على رعل وذكوان الذين غدروا بأصحابه رضي الله تعالى عنهم حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قول ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب علي أو يعذبهم فإنهم ظالمون فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كلما نزلت وأكبر نازلة نزلت بالمسلمين في هذا العصر هي غياب الخلافة الإسلامية وتشرضم المسلمين وتقطعهم وتمزقهم وأحوالهم التي نرى والله هذه من أكبر النوازل التي تستحق بالحق القنود في كل صلوات ولكن للأسف يعني تركناها ونسيناها وكأنها أمر يعني لا يعني الأمة الإسلامية فوحدتها من أعظم الأركان لبناء هذه الأمة واتحادها على خليفة واحد وإمام واحد يقودها كما قادتها الأئمة في العصور الماضية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الخلافة العثمانية حتى على ضعفها وهنية ولكن ترى لذلك اليوم الكفار لا يحبون أبداً أن تعود هذه الخلافة وإذا اصطنعوا يعني خلافة فإنما يصطنعوها لتشويهها كما رأينا في عصرنا هذا من ظهور هذه الفرقة التي دعت الخلافة لا الخلافة للأمة أن يكون لها إمام وتتحد حوله ويبايعها الحل والعقل من علماء الأمة ووجهائها وكبرائها إلى غير ذلك إذن القنوط في الحقيقة له معاني ومن معانيه الدعاء في صلاة الصبح قد قال ابن العربي رحمه الله المالك قال قولة جميلة لخصها في قنوط النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح وثبت أنه قنة قبل الركوع وبعد الركوع وثبت أنه قنة لأمر نزل بالمسلمين من خوف عدو وحدوث حادث ولكن قنة الخلافاء بالمدينة وسنة عمر رضي الله عنه وسنة عفوا وسنة عمر رضي الله عنه واستقر العمل عليه بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تلتفتوا لغير ذلك ولكن ليس فيه دعاء صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه دعاء والدعاء الذي نقوله نحن المالكية اللهم إنا نستعينك ونستغفرك هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وليس مرفوع والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قلوط الوتر نعم من حديث الحسن علمه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هديني في من هديته ولنه إلى آخره قال فخذوا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت ولا تلتزموا هذا الذي يرويه الناس فإنما روي في قنوط الوتر ولم يصح طبعا هو صح عن الحسن وفيه كلام بعض العلماء ولكنه وارد في قنوط الوتر أما قنوط الوارد فيه هذا وارد عن عمر رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوط في المغرب والفجر وهو من حديث البراء رضي الله عنه فرأى اختلف أهل العلم في القنوط في صلاة الفجر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوط في صلاة الفجر كما قلنا وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله وقال أحمد إسحاق لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين وطبعا هذا كله من الخلاف المباح كما قال ابن رشد رحمه الله الحافظ هذا من الخلاف المباح لو قانت الإمام في صلاة الصبح فلا حرج عليه إن لم يقنط فلا حرج عليه لا نقيم الدنيا ونقعده بعض الناس من أجل القنوط يعادك يا أخي خوتك أهم من قنوط الفجر والله أهم وما فائدة قنوط ربما أنت حتى تقنطه ولا يكون قلبك مشغولا بذلك الدعا وإنما هي يعادة اعتدت أنها تقول في تلك فلذلك أحبتي هذه الأمور لا نقيم الأمور المباحة الأمور المستحبة ما ينبغي أن تؤدي للقطيع بيننا معشر المسلمين والتنابز والتنافر وهذا من الجهل هذا من علامات الجهل أن يصل المسلمون إلى التنافر والتنابز والتخاضر والتقاطع من أجل مستحب من هذه المستحبات أو منذوب من المندوبات عن أنس رضي الله عنه قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفزر حتى فارق الدنيا وطبعا كما قلت هذا مسألة خلافية بين أهل العلم نعم كذلك بالنسبة للفظه كما ذكرت أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ وغيره أنه كان يدعو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نخلع ونثني عليك ولا نخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكافر ملحق أو ملحق وهذا ثابت ورأوه البيهقي موقوفا عليه بزيادة على عمر رضي الله عنه وكذلك الطحاوف معاني الأثر وغيره من من رواء هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وهو حسن في المتابعات فمن أراد أن يدعو به دعا ومن أراد أن يدعو بغيره من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مجاز له ذلك والأمر واسع ردا ردا معناها الرداء أي من مندوبات الصلاة الرداء بالنسبة للإمام والرداء هو قطعة يعني كان يضعها طبعا الأئمة على أكتافهم زيادة في الزينة في الصلاة نتكلم عن ذلك في الحلقة القادمة بحول الله أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة